اختتمت فعليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في دورة رابعة وثلاثين والذي عقد تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني وذلك على مدار يومين بالقاهرة شهد المؤتمر مشاركة وفود أكثر من خمسين دولة المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورة الرابعة وثلاثين الذي عقد تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني يحظى بإشادات كبيرة من مختلف الحضور والمشاركين حيث عقدت خلاله تسع جلسات علمية تناولت موضوعات الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للقطاب الديني بمشاركة وفود أكثر من خمسين دولة على مدار يومين أولا لا بد التذكير بأن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر يجمع علماء المسلمين والمختصين فيما يسمى الذكاء الاصطناعي أو الوصائل الاجتماعية ولأول مرة يعقده بعد ثورة نوفمبر ثورة تشات جي بي تي والتي تضع الإنسان أمام محق مصير الإنسان مصير هذه الحضارة الإنسانية هذا المؤتمر جاء ليعد على كثير والكثير وأن يعد محتوى يضمن إعطاء الفهم الصحيحة للإسلام والمسلمين ويعطي رسالة الإسلام الصالح والصادقة عشرات الأبحاث العلمية تقدمت بها الوفود المشاركة بالمؤتمر تناولت العديد من المحاور من بينها الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر والوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني والتصحيح المسار وهي محاور وقضايا باتت ملحة في عصر الفضاء الإلكتروني بالنسبة لهذا المؤتمر جاء فهو واجب الوقت عنوانه فعلا الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني وهذا ما يحتاجه العالم في هذه الأيام وفي هذه المرحلة خاصة لحتى يسهم في نشر الثقافة الإسلامية وفي نشر الوعي الديني لدى العامة والخاصة أهمية هذا الموضوع مشاركة ما يقارب الستين دولة ببحوث مختلفة كلها تدور حول الفضاء الإلكتروني فإن دل هذا فإنما يدل على أهمية هذا الموضوع وفي ختم فعليات المؤتمر أقيمت أمسية ابتهالات شارك فيها نقبة من كبار المبتهلين وتم التأكيد في ختم الفعاليات على أن الفضاء الإلكتروني أصبح أداة فاعلة في أيدي الأمم ولا بد من إدراك ما يحمله من تحديات وبالتالي هناك ضرورة إلى وضع قواعد حاكمة تمكن من استثماره لاستثمار الأمثل لتحقيق نهضة الأمم والحفاظ على هويتها أحمد الحسيني التلفزيون المصري